السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى زيادة المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأتحدث فيه عن قيام الحوثيين انصار الله باستهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب يومنا هذا الأحد الموافق 3 نوفمبر 2023 طبعا هناك بيان صدر اليوم عن الجيش اليمنى أدلى به العميد يحيا سريع وقد تحدث فيه عن اشتهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى اسمها يونيتي إكسبلور بينما السفينة الثانية اسمها ننبر ماين طبعا البيان لم يتحدث عن الأضراب التي أصابت هاتين السفينتين وإنما ورد الحديث عن الأضراب التي أصابت السفينتين في جنات الجزيرة على شكل عواجل العاجل الأول يقول إذا عدت الجيش الإسرائيلي السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر ضمنوكا لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل العاجل الثاني ويقول إذا عدت الجيش الإسرائيلي السفينة التي تعرضت لأضراب ضفيفة بالبحر الأحمر مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا طبعا نسألت إن السفينة الأولى بريطانية وليست إسرائيلية أو لا علاقة لا بإسرائيل هذا كلام كله كذب كلام كذب ولا أساس لهم يصحه والمراد به إيهام العالم والإثبات له أن ما يتن في البحر الأحمر هو حرب على الملاحة الدولية بشكل عام وليس على السفينة الإسرائيلية فقط هم يريدون تأليب الضائع العام العالمي على اليمن إنها بتحارب الملاحة الدولية بشكل عام ولا تستهدف السفينة الإسرائيلية كما تدعي وهذا كلام كله مكشوف مفضوح تفضحه الدلائل والبراهيم يعني قبل أيام قبل عدة أيام تم الاستيلاء على السفينة الجلاكسي ليدر التي أنكرت إسرائيل ملكيتها لها وإلى اليوم لم تظهر لم يظهر لهذه السفينة أي مالك حسب متعد إسرائيل يعني لو لم تكن السفينة إسرائيلية بالفعل تظهر لها مالك ولا كانت لها هوية ورجاءت أي دولة في العالم تمتلك هذه السفينة وقالت هذه السفينة تبعيد وأنتم يليمنيين تحاربون الملاحة الدولية وتشكلون خضراً على الملاحة الدولية في البحر الأحمد وكذلك الحال بالنسبة للسفينة الثانية التي ادعت فيه إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ملكيتها إسرائيلية جذرياً أما عن بقية العواجل التي وردت في قناة الجزيرة على لسان مسؤول في بنتاقون قال إن المدمرة كارني دمرت مسيرة حوثية كانت تتجه نحوها في جنوب البحر الأحمد يعني هنا لا يوجد سفينة سريطانية على ما قال داعة الجيش الإسرائيلي إنما قدي مدمرة ومدمرة كارني شوفوا كفي تفاضحوا بينها تمربي يعني داعة الجيش الإسرائيلي قالت كلام ومسؤول في البنتاقون قال كلام غير كان قال إن الحوثين استهتفوا مدمرة ليس هذا الحصد بل زاد المسؤول في البنتاقون قال إن المدمرة كارني رصدت صاروخا بارستيا واحدا على الأقل أبلغ على صفينة تيارية ولم يحدد هوية هذه الصفينة التدارية أيضا هناك ارتباك في هذا التصريح حيث أن الصواريخ البارستية لا تضلق على أهداف متحدقة وإنما تضلق على أهداف ثابتة في الأرض وهذا الكلام يناقض أيضا ما ورد في بيان لقوات المسلحة اليمنية من أنه تم استهداف أحد استفن بصاروخ بحري وليس صاروخ بارستي ما كفر بين الصاروخ البحري بين الصاروخ البارستي وعلى العموم هم يحاولون التهرب من الاعتراف بقوة وشراسة الحوثيين في استياد السخون التابعة لهم واستهدافها بشكل دقيق كما يحاولون الإثبات للعالم لأن الحوثيون جماعة إرهابية وتقوم إقلاق حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبالتالي فهم يشكلون خدرا على حركة الملاحة بشكل عام وذلك بصورا إلى تشكيل تحالف دولي ضدهم والبدء بالتالي بضربهم والاعتداء عليهم أو قل الاعتداء على الشعب العيمني برمته كما فعلوا خلال سنوات وشنوا عدوان عالمي على اليمن العظيم أشكركم على حسين تابعوا الإصلاة ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة